قوة دفاع البحرين منذ تأسيس قوة دفاع البحرين عام 1968 بأمر من صاحب العظم الشيخ إيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه أعلنت بداية انطلاقة حضرية بارزة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر واطلعت قوة الدفاع بالمهام الدفاعية عن المملكة قوة الدفاع البحرين تتشكل من ثلاث أسلحة رئيسية أولها هي القوات البرية بوحداتها المختلفة وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني واطلعت مكونات قوة الدفاع الثلاث في المهام التي تحمل الوطن في البر والجو والبحر وتحقق لها من المنجزات العسكرية ما جعلها في مصاف الجيوش المتقدمة على مستوى المنطقة وشكلت الأهداف السامية لإنشاء قوة الدفاع دافعا لدعم الدول الشقيقة وصديقة من منطلق المصير المشترك وإحقاقا للحق ورد العدوان وحفظ الأمن والسلام الدوليين دستور مملكة البحرين أكد على أن السلام هدف الدولة وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون ونص الدستور أيضا على أن الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرص الوطني والأمن العام وضمن إطارها الدستوري وأهدافها السامية التي وضعت منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن وفي العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ترسخت دائم قوة الدفاع وعلت أركانها مما مكنها من أداء واجباتها والقيام بمهامها العظيمة لتكون دائما الحصن المنيع للوطن والمواطن